سباح الخير، سباح النور، إن شاء الله نهاركم مزيان وأسعد الأيام اليوم أجدت لكم وصفة مزيانة مزيانة برشا وتهبل اللي عن يوم تشقق القدمين وكما تشوفوا هنا القدمين متشققين برشا وهي من أكثر المشكلات اللي نقاها في فصل الشتاء وخاصة خطر بالبرودة واللي أحنا معنات هنا قلة ترتيب باش نستعملوا الكريمات وعنده برشا سباب من كثرة الوقوف كون في الخدمة واللي في الدار زيدة فما أسباب أخرى معناتها نقص الفيتامينات ووسمنا آنقية وصفة جميلة وسحرية تنحي المشاكل هذو وما أرهنا حتى التشققات واللي حتى بالدم حتى كتجيبش تمشي عليهم ويواجعوا برشا وماكم أسبابهم برشا فما زيدة حي تستعملوا المال بارد للمسخون معناتها زيدة ساعتها تستعمل شلاكة اللي تلبسها واللي الحذير اللي تلبسوا معناتها حتى سمنا عندها دو أما قيتلكم وصفة راهي مجربة قصم بالله مية مية وصفة راهي طيارة على الأخر هي ضربة ضربة التشققات تتنحى هي معناتها راهي من الاستعمال الثاني تبدأ تعطي النتيجة راهي وصفة سحرية بالإقداء 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 وكل ما نجربها معناتها قراهي اللي هي إفكاس جيست الساقين يكونوا شايحين مش مبليلين بالماء بأي نوع دونت فريز موجود عندك في الداء تدهن به معناتها الساقينة بتاك وانتي ديجا دوب مش تددينه متحس هكا حاجة هكا تجبد معناتها هو ديجا دونت فريز فيه موكونات معناتها معروفة هنا تحس قول عليها معناتها فمهوا هكا يجبد من الساقين بشوية بشوية هيك لقشوروا متع الساقينة نحا وزيد هيك مشقوق يبدوا يتسكروا أما جيسترانا ندهنوا الساقين نحطوهم حكاية هكا نصيف ساعة هو ديجا في زعي شهره تلبس الجويرة بمتاعك بعد ربيع ساعة هكاية نصيف ساعة بالقدار بالقدار وانتي تخسلهم بالمادية فيه ما يكونوا شرعوا ما سخون مادية فيه معناتها وتنشفهم أو كنهار بعد نهار معناتها تعمل الطريقة هذي أو كبش ما قولوش كل يوم نهار بعد نهار تعمل الطريقة هذي ستقوني والله مجربة وراهي معناتها من الاستعمال الثاني تبدأوا تشوفوا في النتيجة وتريقة مزينة مع أنه راه هو فما بارشة تورق موجودين على التواصل الاجتماعي وجربتهم وفما بارشة تورق رام تقليدية وزمينية نعرفوهم من عهد جدودنا أما الطريقة هذي راني الطريقة هذي راهي والله مزينة وتعطي النتيجة راهي فيسا فيسا معناتها ما تبطاش جربوها وإن شاء الله تعجبكم وانا راني من قدم لكم وصفة راهي كان ما تكونوا جربة وهذه هي السهلة معناتها اللي اللي ما يحبش الزيوت و اللي ما يحبش الكريمات إن شاء الله تعجبكم ومبقالي كيمشي قلكم بسليمة إن شاء الله نطلقاوا في فيديو جديد وفكرة جديدة اشتركوا في القناة